أقرت محكمة كييف الإدارية اليوم إعادة أليكساندر كرييف إلى منصبه رئيساً لأحدى دوائر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا وتعيينه مؤقتاً قائماً بأعمال مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد خالفاً للرئيس المقال أرتيوم سيتنيك وأوسط المحكمة وزارة العدل الأوكرانية بشط باسم أرتيوم سيتنيك رئيساً لمكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا بدوره قال وزير العدل الأوكراني دينيس مالوسكا أن الوزارة لا يمكنها إجراء أي تعديلات في سجل الدولة الموحد وإزالة المعلومات حول منصب سيتنيك بوصفه مديراً للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ليس من صلاحيات وزارة العدل إجراء تعديلات على سجل الدولة الموحد تنفيذاً لأي قرار صادر عن المحكمة الدستورية في أوكرانيا أو غيرها لا توجد قاعدة قانونية أو سلطة تسمح بشطب المعلومات المتعلقة باسيتنيك بصفته مديراً سابقاً لمكتب مكافحة الفساد في السجل الموحد هذه المعلومات ستبقى دون تغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر